بعد خروج الزمالك مبارح أمام طلاقع الجيش من بطولة كأس مصر للكرة القدم كان فيه توابع لهذه الخسارة توابع أن إدارة نادي الزمالك على الفور كانت تصلوا بجوزي جومز المدير الفني وطلبوا منه الأسماء الراحليين عن نادي الزمالك في الموسم القادم على طول عايزينها مباشرة تاني حاجة طلبة الإدارة من الجهاز الفني تقرير مفصل عن أسباب هذا الخروج وما هي الأسباب التي أدت إلى الخروج من بطولة كأس مصر وبالتالي طلبت أيضا من الجهاز الفني تحديد كواليس الأزمة التي حصلت بعد خروج مهاب ياسر بعد استبداله وحركات الغضب اللي عملها اللي بقت موضة في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة غضب اللاعب وهو خارج بعد تبديله ثلاثة الإدارة استقرت على توفير المبالغ المستحقة لأصحاب الديون من أجل الإصراع في سدادها ورفع عقوبة إقاف القيد وهيتم سداد تسعة وتلاتين ألف دولار بالإضافة لمية وخبستاشر ألف دولار قيمة القسط المستحقة لبواتينج أتشمبونج علشان الزمالك يرفع إقاف القيد ونقفل الأزمة دي وندخل على طلبات جوزي جومز اللي طلب من أربع إلى خمس صفقات للموسم الجديد أبرزهم حارس المرمى البلعوطي حارس مرمى نادي أمبي تم التفاوض مع جوناثان باكليفت نادي مودرن سبورت تلاتة تجهيز مقدم عقد أشرف بن شرقي للحضور بداية الأسبوع المقبل للخضوع للكشف الطبي وإنهاء إجراءات التعاقد مع أشرف بن شرقي أيضا حدث اتصال تليفوني بوالد أحمد سيد زيزو بسر عدة اتخاذ القرارات علشان يتم تجديد عقد زيزو نظرا لأن هناك غضب جماهيري عارم بعد الخسارة من طلاقع الجيش فالإدارة خدت قرارات بسرعة على طول لتهدئة الجماهير الزمالكوية الحزينة على الخروج من بطولة كأس مصر جوزي جومز بلغ إدارة الزمالك أنه راجع يوم 28 أغسطس عشان يبدأ فترة الإعداد الجديدة يوم 29 أغسطس وبالتالي من خلال معسكر هيقام في سكندرية تم الاتفاق على الكلام ده على طول أيضا حتة التجديد لعواد بدأت الأمور تراجعت شوية ليه؟ عواد تلقى عرض مغري جدا من أحد الأندية الجماهيرية للتعاقد مع عواد بداية من الموسم المقبل يعني وقفت بالنسبة للزمالك؟ لا لكنها إيه؟ خدت خطوتين لورا كده لما يشوف عواد هيوصل إيه؟ مع النادي الجماهيري اللي بيريد التعاقد معه للموسم الجديد يعني هو كلام بيتقال إن فيه موضوع حراسة المرمى هيحسب فيه تحركات بيرامد زعايس حارس مرمى معين فحارس المرمى ده اللي هيخرج لو خرج النادي الجماهيري ده عايز عواد مكانه هنشوف الأيام اللي جاية مش هنقول أسماء بالتحديد وعندنا التفاصيل كمان لكن خلينا لما نشوف ونتابع إيه اللي هيحصل في الأيام اللي جاية في المركاتو الخاص بنادي الزمالك شكرا